أصف العنيف والشديد على أهل غزة فقتل العشرات وجرح المئات أكثر من مئة قتيل نحسبهم شهداء بإذن الله ومئات الجرحة ومزيد من التدمير ومزيد من الإصابات للمدنيين ومزيد من تدمير المباني وضرب المستشفيات والمشافي ويستمر هذه الفضاعات البشعة والرهيبة وهي ستستمر أكيد وربما بوتيرة أسرع أيضا إلى غاية الإعلان غدا لا يعرف بالضبط لا أعرف إذا كان في الساعة الأخيرة هذه لما أطلع على الأخبار في الساعة الأخيرة هذه لكن غدا سيعلن عن بداية الهدنة عن أي في أي ساعة قالوا من أنهم سيتركون هذا أو أنهم اتفقوا على أن قطر التي توسطت في هذه الهدنة وعملت عليها منذ الأيام الأولى لهذه الحرب هي التي ستعلن عن متى ستبدأ هذه الهدنة إذن استمر القتل استمر العنف استمر الدمار وهو دمار يمس المدنيين أساسا يمس المدنيين أساسا وقد ارتفع عدد القتلى نحسبهم شهداء بإذن الله فقد أعلن اليوم من أن عدد شهداء الحرب لحد الآن هم 14,532 بينهم نحو 6 ألاف طفل وأن 60% من مباني القطع تضررت كليا أو جزئيا بسبب هذا القصف الصهيوني وارتفاع عدد الشهداء في صفوف طواقم الطبية أنا أقرار لكم هنا من المكتب من قرار أو من بيان المكتب الإعلامي لحكومة غزة 205 في عناصر طبية ما بين أطباء وممرضين ومسعفين اليوم أيضا تم قتل أطباء أيضا وأيضا أن هناك حوالي 7000 مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة أي أن عددنا بين الذي تأكد قتلهم وما بين الذي على الأرجح أنهم قتلوا وهم تحت الأنقاض نحن نتحدث على أكثر من 21500 ثلثين هؤلاء 70% في الحقيقة هم أطفال ونساء أكثر من استغافة طفل تأكد موته ومرجح أن هناك 3000 طفل ضمن المفقودين على الأقل يعني نحن نتحدث على 9000 طفل أقدمت الطائرات الصهيونية المزودة بآخر التكنولوجيا الأمريكية والمدعومة دعما كبيرا جدا من بعض الدولات خاصة دولة المسخ أقدمت على قتل أكثر من 9000 طفل لحد الآن وعلى أكثر من 6000 مرأة لحد الآن أو ما يقارب 6000 مرأة إذا أخذنا اللي راهم تحت الأنقاض أيضا تحت الرجل ناهيك على 25 مسعف إضافة إلى 205 من الطاقم الطبي وعلى أكثر من 64 صحفية وعلى أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة شي فضيع غير مسبوق غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم أن قتل هذا العدد من الناس في ظرف شهر قلنا نقول على الأقل منذ نهاية الحرب الفيتنامية وإن كان البعض يقول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظرف شهر عدد هؤلاء الأطفال أكيد أنهم لم يقتلوا حتى في زمن حرب الفيتنامية في ظرف شهر ونص ولا عدد موظفي الأمم المتحدة في ظرف شهر ونص ولا عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تم تدميرها تدميرا نهائيا أو شبه نهائي أو قطع عنها كل شي في هذا الشهر ونص لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية الغريف الأمر أن العالم يشهد هذا ليس عبر كما كنا مثلا قبل 60 سنة عبر الراديوات أو 50 سنة عندما انتشرت تلفزيونات عبر تلفزيونات وبدأت تنتشر أو حتى الجرائد أو المجلات أو إننا نشهد القتل على المباشر وأحيانا نرى القصف على المباشر وأكيد نرى الذين تقطع أجسادهم ويصبحون أشلاء وأحيانا لا يوجد قطع منهم أصلا وكثيرين منهم تحت الردم على المباشر ومع ذلك وهم يرون ذلك خرج بعض كبار القوم في الغرب يقولون إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والحقيقة أن القانون الدولي لا يعطي الحق لدولة محتلة بمعنى أن تدافع عن نفسها أمام الشعب المحتل أم الشعب الذي يخضع لإحتلالها الشعب الذي يخضع لإحتلاله هو الذي يحق في الدفاع عن نفسه وتحريض نفسه وليس العكس لكنهم تناسوا تناسوا القوانين والشرع الدولية تناسوا الاتفاقيات التي وقعوها وفي الغالب هم الذين كتبوها تناسوا كل هذا عندما تعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي لكن هذا يتغير الآن ويتغير بسرعة وربما بسرعة شديدة ولماذا تناسوا؟ لأن إسرائيل يضعونها فوق القانون الدولي إسرائيل يضعونها وكأنها فوق القانون الدولي في الحقيقة منذ أن أنشأوها طبعا إسرائيل لم تكن موجودة الذي أنشأتها هي القوى الغربية أساسا بريطانيا والولايات المتحدة ومن وراءهم باقي الدول الغربية في أغلبيتهم وجاء تأسيسها بعد أن أقدم الألمان على ذبح الملايين منهم ظلما وأدوانا فيما عرف بالهولوكوست فجاء الذين قاموا بالذبح الأوروبيين أعطوا أرضا لأضحاياهم لكن هذه الأرض ليست أرض أوروبية إنها أرض فلسطينية أرض المسلمين أرض العرب هناك أرض الفلسطينيين لم يكتفوا بذلك قسموا بينهم فلسطين التاريخية ما لم يكتفي الكائن صهيوني بذلك وراح يقدم الأراضي كما يشاء ويقتل كما يشاء ويهجر كما يشاء وينكب الناس كما يشاء ومع ذلك لا يحترم القوانين الدولية هناك عشرات من القرارات واللواحي الدولية التي لا يحترمها ويسكت تعرفوا أنه في قرار مجلس الأمن قبل حوالي 14 يوم تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار آني الآن لم يتوقف وإسرائيل قالت أنا لا أعترف بهذا القرار مع أنه قرار صادر مجلس الأمن وأي بلد كون يقول أنا لا أعترف بقرار من صادر مجلس الأمن تقوم القيام عليه يقولوا له دركة جيك للبوارج والباخر والطائرات والمقنبلات وما غيرها إلا إسرائيل بداية الحال لماذا؟ لأنها تعتمد على الإمبراطورية الأمريكية أساساً وعلى كثير من الدول الغربية التي راحت تدعمها في عماء في ظلم عظيم الآن يتبين لهم ذلك لكن الأمور تتغير استمر أيضاً تبادل إطلاق النار ما بين حزب الله والمنظمات المقاومة في لبنان وما بين الكائل الإسرائيلي كما يسمى في الجبهة الشمالية وكانت إسرائيل قتلت أمس اثنين من الصحفيين صحفية وصحفي رجل ومرأة يشتغلون في قناة الميادين وهي قناة مقربة من حزب الله وممولة من إيران ولكنها في هذا الموضوع في الحقيقة تقدم موقفاً إلى حد ما معقولاً جداً ويدافع لديه نظرة وهو أنه يدافع على المقاومة قتلوا اثنين من الصحفيين هناك سبق وأن جرحوا قتلوا صحفي قبل عشرة أيام وخمسة عشرية وجرحوا صحفية أيضاً وبدأت المناوشات وتبادل حزب الله والكائل الإسرائيلي كثير من القصف سواء قصف المدافع أو السواريخ أو الطيران وقتل للطرفين أعداد معتبرة لكن الجانب اللبناني قتل أكبر عدد بما فيهم أحد قادة حركة حماس هناك في الجانب آخر أيضاً استمر الحوثيون من اليمن اليوم كان هناك حديث من أنهم أرسلوا سلوخين على مدينة إيلات التي تقع ضمن الكيان الصهيوني اليوم وأرسلوا أيضاً طائرة مسيرة بالرغم من أن الولايات المتحدة وأيضاً مصر والسعودية وحتى الأردن يقومون كلهم بمنع هذه السواريخ أو هذه الطائرات من الوصول إلى الكيان الإسرائيلي من جهة أخرى أيضاً استمرت الحرب البرية فقد أظهرت المقاومة مجموعة من الفيديوات التي تظهر فيها ضراوة المعركة وتظهر فيها أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين أو على الأقل تصور وهي تقصف بسواريخ بسواريخ صغيرة سواريخ المحدودة ولكنها في الحقيقة قبلت بلاء كبيراً الفترة وظهر من أنهم ضمروا عدد معتبر من الآلية كانوا قبل كانوا أمس أعلنوا أنهم ضمروا ستين آلية في خلال ثلاثة أيام الكيان الإسرائيلي من جهته يقول أنه قتل المئات مما يسميه والمخضبين ويقول أنه أيضاً ضمر مراكز لقيادة حماس وأنه اكتشف أنفاقاً جديدة وقام بتدميرها أو الوصول إليها يقول أيضاً أنه قتل له ثلاثة سبعين عسكرياً لم يعد يتحدث عن جرحاه كثيرين من الذين يتابعون يقولون أنه في أقل الأحوال فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي هم ثلاث مرات أكثر البعض يقولون أنه أقل شيء هم خمس مرات أكثر أي نتحدث ما بين أن العدد الحقيقي هو ما بين إذا قالوا 72 نحن نتحدث أن العدد الحقيقي هو ما بين 216 و360 هذا هو التقديرات لكثير من المراقبين ويقولوا أن الكائر الإسرائيلي لا يعلن عن ذلك وهذا طبيعي حتى لا يربك الجبهة الداخلية أكثر وتخرج هزايم أكبر ويضعف الروح المعنوية إلى آخرها الجرحة لم يعد يعليهم أعلن في الأسبوع الأول للحرب البرية اللي انطلقت قبل حول 24 يوم أعلن أنه أصيب له 265 جريحة إذا أخذنا بذلك الرقم فيعني الآن أنه تجاوز عدد الجرحة أكثر من ألف هذا إذا أخذنا أن الـ 265 كانت صحيحة ولم تكن رقما مخففا جدا على السعيد الرد الفعل الدولي أقوى ردود الفعل جاءت اليوم من الصين حيث أعلن الرئيس الصيني أعلن من أن هذا الضمار وهذا القتل يجب أن يتوقف وهذا إعلان قوي من الرئيس الصيني الصين تأخرت كثيرا جدا في أن تبدي موقف موقفها كانت ضعيفة كانت تحاول أن لا تكون مع أي طرف نتيجة لمصالحها مع الكريم الإسرائيلي وأيضا نتيجة لاعتقاد أعتقادها في البداية من أن الفلسطينيين هذون سينهزمون بسرعة وإسرائيل ستسيطر بسرعة وبالتالي من الأحسن أن تكون الصين مع الجهة الفائزة ثم أن الصين ترى وترغب وتتمنى أن تطول هذه الحرب حتى وأن طال الدمار لأن هذا يخدمها ويخدمها بقوة والحقيقة أن زيارة الرئيس الصيني لولايات المتحدة لمشاركة في مؤتمر عالمي سمها مؤتمر أباك الأسبوع الماضي أظهرت من أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات فعلا للصين وأن بايدن كان يظهر ضحكات كبيرة ووجه مبتسم لشيمبين والصحافة الإسرائيلية وبعض الصحافة الغربية أكدت قالت من أن الولايات المتحدة تريد تخفيف التوتر مع الصين طبيعة الحال هذه بركات غزة على الصين الولايات المتحدة نسيت الآن حربها الساخنة مع الروس والأوكران الآن يصرخون يريدون مزيد من الأموال ومزيد من السلاح ولكن لا يكاد أحد يستمع إليهم لأن الجميع مركز على الكيل الإسرائيلي وضرورة دعمه وإنقاذه وأيضا تدمير غزة إذا لازم الأمر بينما الصين اللي كانت تحت حصار شديد من كافة النواحي الأمريكا كانت تحاصرها في تحالفات أوكس تحالف مع أستراليا وبريطانيا تحالفات مع الصين مع الهند تحالفات مع اندونيسيا مع ماليزيا تحالفات مع الفيتنام تحالفات مع الفيليبين كانت الصين تحت حصار شديد طبعا مع طيوان ومع النيجا ومع كوريا الجنوبية ومع اليابان كل هذا خف والصين تجد نفسها في وضع أفضل بكثير ولذلك الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي استقبل رئيس الصين استقبالا جيدا جدا وتحدثوا من أنهم سيزيدون مشاكل لحلولهم إلى آخره مع ذلك خرجت الإدارة الصينية بما فيها الرئيس الصيني ليقول من أن الدمار هائل وقتل مدنيين تجاوز كل حدود وأنه يجب أن يتوقف طبعا الرئيس الصيني عرف بأن هناك هدنة فهو يريد أن يبدو في الصورة أيضا الصين دائما عنده محسابات ورحيمهم وثقافتهم ورؤيتهم هم للعالم الصين ترى العالم من خلال ماذا تستفيد منه قبل كل شيء وهذا لا نلومها لأن هذا دفاع على مصالحها لكن طبعة الحال حتى لا يحدثنا أي أحد على المبادئ والقيم فقط كان هناك موقف قوي جدا من إيطاليا إيطاليا التي تدعم في الكيان إلا أن كثيرين السياسيين الغربيين بدأ يصلهم الغضب فوزير الخارجية الإيطالية مثلا قال كلاما قويا دعنا نرى ما قال بالضبط قال أعتقد لأحدى الصحفة نظر نتكلم مع الفينانشل تايمز قال فيه إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس وأسلوب تحقيق أهدافها موضحا أن رسالته لإسرائيل هي ضرورة احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين وأضاف وهو يتحدث الفينانشل تايمز إن هناك عدد كبير جدا من المتطرفين في إسرائيل لا سيما في ضفة الغربية آه كلام جميل هذا هذه قضية المتطرفين اليهود دينا نسمع لي في الحقيقة غير في الأشهر الأخيرة وكان بصوت هادئ في الغالب وكثيرا ما ينسب لبعض المستوطنين لكن هذا الصوت بدأ يعلو الآن بدأت جهات كثيرة في الغرب يعلو صوتها ضد المتطرفين اليهود ضد المتطرفين المستوطنين هم في الغالب لا يقولوا ليهود يقولوا المستوطنين بدأ هذا الصوت يعلو هنا نلقينها الآن عند وزير خارجي الإيطالي إيطاليا ليست من الدول التي لديها القدرة على أن تواجه مثلا غضب الكائن الصهيوني مع ذلك لماذا اغتنم الفرصة هذه الفرصة للوزير الإيطالي لأنه حديثهم الذي لا يعلن الحديث الذي هو في الغرف المغلقة ما بين كبار المسؤولين الغربيين هو أن لديهم لديهم امتعاضا شديدا جدا من قتل المدنيين اللي وصل إلى حدود رهيبة البعض يقول ليس حتما لشعور إنساني وإنما لشعور سياسي هو أن قتل المدنيين بذلك الحد الهائل الكارثي سيقلب الأمور على إسرائيل وعلى داعم إسرائيل وهذه الدول تدعم إسرائيل البعض يقولوا ربما أن إنسانيتهم تحركت أو الفطر الإنسانية تحركت في بعضهم لكن موقفهم أن المستوطنين كان محدودا صحيح كان فيه غضب منهم وكانوا يبعثوا أحيانا سفراءهم قناصلتهم في القناصلة خاصة يبعثوهم في الضفة الغربية مثلا لما هاجموا المستوطنين بلدة حوارة إلى آخره لكن بدأ الصوت يعلو لأن في الولايات المتحدة بدأ الكثيرين يحذرون من أن سموتريتش بنقفير وأتباحهم وأشباههم خطر على الغرب قبل أن يكونوا على الفلسطينيين أو على العرب هناك إذن يقول هذا وزير الخارجية هناك عدد كبير جدا وضعوا خط تحت كبير جدا من المتطرفين في إسرائيل لا سيما في الضفة الغربية هو لا يتحدث فقط على الضفة الغربية الآن يتحدث على إسرائيل أيضا لكن يقول أن في الضفة الغربية أعدادهم أكبر وأكد أنه يجب منح الوقت العمل على التوصل لحل سياسي طويل أمد للصراع منذ عقود و إلى آخره إلى آخره يتكلم فيما بعد على ما يسمى ما بعد نهاية الحرب إلى آخره لكن أهم ما جاء فيه هو نقد ل سلوك إسرائيل ضرورة مراجعة تصرفاتها و أن ترى كيف يراها العالم الآن و أن تحترم القانون الدولي و أن تكون جدية في التعامل بشأن المدنيين و أن هناك متطرفين كثيرين جدا في إسرائيل وفي الضفة الغربية كلام قوي من بلد هذه إيطاليا وإيطاليا ظنها الدول أكبر سبع دول في العالم الغربي وهي موجودة في ما يعرف بمجموعة السبع إذا انتقلنا في البداية في الحقيقة في هذا الموضوع انتقلنا أول بلد غربي كان ناقدا في وقت كانت كل الدول الغربية تدعم إسرائيل بلا حدود وتقول أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها كما قالوا إيرلندا هو من أصغر البلدان الأوروبية وكان موقف قوي جدا بعد إيرلندا انتقل الموقف إلى حد ما إلى نيرويج ولكن خاصة إلى إسبانيا لشفنا آيومها نائبة رئيس الوزراء شنت هجوم على نتنياهو وقالت يجب وضعه وأخذه إلى محكم الدنيات الدولية ويجب أن يتوقف هذا الضمار ثم التحقت بين بلجيكا وبدأت دول أخرى تلتحق إلى أن تحدث أيضا رئيس الفرنسا ماكرم وهو واحد من كبار الصهاين في العالم لكنه قال أنه منزعي جدا وأن على إسرائيل أن تتوقف على قتل النساء والرضع قال هذا الكلام قبل حول عشرة أيام واثار به ذجة داخل كيان إسرائيل وها هو الآن وزير إيطالي طبعا الأمريكيين كانوا يقولون هذا الكلام ولكن دائما بشكل أكثر دبلوماسيا يتغير الخلاصة في كل هذا أن العالم الغربي يشعر من أن الكيان الإسرائيلي خاصة الحكومة القائمة رئيس حكومتها بشكل أساسي يجرهم إلى أماكن إلى حروب هم في غنى عنها ثم أنه جرهم ولم يحقق شيء إلا قتل المدنيين تدمير غزة 60% من مبنيها حوالي أكثر من نصف مساجدها نصف كانائسها ثلاث أربع مستشفياتها أربع أخماس مدارسها كل مخابزها مياه إلى آخره هذا ضغط عليهم نتيجة للانتفاضة العالمية التي شاهدتها عشرات المدن في الدول الغربية بريطانيا هذا السبت والأحد كانت هناك مئة وقفة أحياناً في احتلال قطار محطة قطارات أحياناً غلق طريق أحياناً الاحتجاج أمام مبنى رسمي أمام مبنى بيت لأحد الكبار المسؤولين الالتقاء في حدائق عامة والحديث والتذكير بما يحدث في غزة مظاهرات هنا وهناك مئة في بريطانيا واحدة فرنسا هناك عدد يقترب من هذا ويتساعد هذا الموقف هذا طبعاً يحرجهم ويحرجهم بشدة خاصة أن سبر الأراء الذي ظهر في الولايات المتحدة أظهر من أن سبعين بالمئة من الشباب الأمريكي تحت 34 سنة مع وقف إطلاق النار حالاً وضد سياسة بايدن الداعمة بلا حدود وبشكل غير مسبوق لهذا الكيان هذا أزعج كل القيادات الغربية لأنهم في النهاية يمرون عبر الصناديق الانتخاب صحيح هناك لغبيات وهناك من يتدخلون في هذه الانتخابات لكن في النهاية المواطن الغربي هو الذي ينتخب وليس لا يأتي على دبابة ولا يارث الحكم عن طريق نطفة أبيه ولا جي جهة خارجية تحطه ولا في النهاية شيء نعم أبينا في الغرب في النهاية الصندوق الذي يحسم المعركة وبما أن الصندوق الذي يحسم المعركة فإن كل صوت مهم ومهم جداً ولذلك بدأ كل هذا الموقف الآن والغضب الصامت وأنا أرى أن هذا الغضب الصامت سيتصاعد وسيظهر إلى العلن مع الأيام ضد هذا الكيان لأن هذه الدول الغربية صحيح هي بحاجة إلى إسرائيل ولكنها أيضاً ليست بحاجة إلى أن هذه إسرائيل تصبح لها مشكلة كبرى في بلدانها هي بحاجة إليها لتفتيت المنطقة المسلمة تدمير المنطقة هناك صناعة وزراعة جواسيس ووكلة وعملاء على المنطقة العربية هذا كل مفيد لكن عندما تتحول القضية وتصبح مشكلة داخلية أكثر من ثلاث أربع الجامعات الغربية فيها حالة من الثورة ومن التمرد ومن الانقسامات الشديدة كثير من الأحزاب الغربية تشهد انشقاقات كثير من برلمات الغربية تشهد انزلاقات وتخاصمات وهجومات تنظروا ماذا حدث مثلا ببرلمان الفرنسي وبرلمانات أخرى أيضا أصبح مشكلة ضيف إلى ذلك أن تدخل الذباب الروسي والصيري والإيراني وربما التركي أيضا ليعمق هذه الانقسامات فبدل هذا الكيان الذي كان أست بقول إنجليز أصبح لايبيليتي بدل ما كان هذا الكيان الصهيوني يقدم لهم خدمات ويقدم لهم مصالح ويقدم لهم كثير من الأشياء الإيجابية وهم يدفعون المال مقابل ذلك أصبح مشكلة محلية كتبت صحافة الغربية كثير منهم يكتبون الآن يقول لم يشهد العالم الغربي انقساما حول قضية ما مثل قضية غزة اليوم هذا خطير خطير جدا عليهم بلد آخر ليس أوروبي إفريقي ولكنه تصرف بطريقة حقيقة تضع ما يسمى بدول مطبعة تضعها في حالة عار فجنوب إفريقيا أعلنت كانت طردت السفير الإسرائيلي وطردت الدبلوماسيين لكنها أعلنت الآن برلمانها أعلن بنسبة عالية جدا من أنه سيغلق السفارة طبع القرار سيرجع إلى الحكومة الجنوب إفريقيا لكن القرار اتخذ بغلق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا في بريطوريا هذا خطير هذا خطير لأنه سبق في أمريكا الجنوبية أن فيه دولة قطعة العلاقات وطردت السفير في دول أخرى طالبوا السفير الإسرائيلي بالرحيل واستدعوا سفراءهم وقللوا هذا كله مهم لكن جنوب إفريقيا مهمة جدا في الاستراتيجية الأمريكية الجنوب إفريقيا لديها موقع استراتيجي هائل ضيف إلى ذلك أن تأثيرها على كثير من البلدان الإفريقية تأثير كبير ضيف إلى ذلك أنها عضو في البريكس وبالمناسبة دول البريكس بوتين لقاء في قادم الأيام قد يكون على أونلاين أو يكون عن طريق وزراء خارجية ولكن تدعوا إلى لقاء لكي يكون لهم موقف مشترك في قضية غزة هذا كله هذا كله يضرب في الحقيقة أو يعمق أولا انقسامات في العالم ثانيا دول جنوب كما تسمى تصبح أكثر خصومة مع الغرب وخصومة وعداء مع إسرائيل والغرب هنا يخسر الغرب هنا يخسر لأنه كان يريد أن ينهي قضية أوكرانيا بهزيمة استراتيجية نكراء لروسيا وكان هذا في الطريق فبوتين أعطاهم كل الطرق لكي يدروا له هزيمة نكراء في خطأ رهيب ارتكبوا لكن الآن وكان غزة هذه ستنقذ بوتين كان غزة هذه أكيد أن العالم أجمع سيقول لهم اتهمتم بوتين بأنه مجرم حرب متهم رسميا الآن من نائب العام في المحكمة الجناية الدولية من أنه مجرم حرب لأنه اعتقل ورحل مئات الأطفال الأوكران ماذا عن الذي قتل آلاف الأطفال الفلسطينيين هذا كله سيتفاعل ويتفاعل بقوة وغزة خدمة صين خدمة روسيا خدمة إيران خدمة تركيا كل هؤلاء اللي عندهم بشكل كبير مثل روسيا والصين لحد ما وإيران أو بشكل الأقل خصومات مع الغرب وهي هذه القضية تضعف الغرب لأنه نقلت للخصومات والانقسامات إلى أراضيه وليس حول أوكرانيا تقريبا الذين كانوا يعترضون على الموقف الغربي داخل دول الأوروبية هو ما بين 5 إلى 10% من الشعب الأوروبي الآن لا الآن لديك أعداد هائل الغربيين منقسمين عندما يكون 70% من الشباب الأمريكي ضد بايدن 70% 3-4 تقريبا هذا شيء شيء غير مسبوق دعونا نذهب إلى موضوع الهدنة أو اتفاق الرحايل أولا ما هو مضمون هذا الاتفاق دعونا نرى ما هو مضمون هذا الاتفاق إجمالا الاتفاق مضمون هو أن يتم تبادل أن يتم إطلاق صراح 50 من المحتجزين طبعا كانت 3 تسمية كانت الأسرى المحتجزين والرهائن إسرائيل تسميهم رهائن المقاومة تسميهم أسرى اللي يقفو في الوسط يسموهم محتجزين سميهم خلينا نسموهم محتجزين خمسين من المحتجزين الإسرائيليين وانا في الهذه بالذات نسميهم قد نسميهم محتجزين لأنهم مدنيين يعني لو كانوا عسكر فهذا أسرى ما فيهش نقاش يعني لكن دعونا نسموهم محتجزين خمسين من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين من المعتقالين الفلسطينيين من المقاومين والمقاومات الفلسطينيين اللي هما من النساء والأطفال من ناحيتين خمسين أطفال ونساء 150 أطفال ونساء واحد مقابل ثلاثة هذا شيء جميل بالنسبة لإسرائيل إسرائيل كانت من قبل تقدم أحيانا تصل إلى واحد مقابل ألف مثل عملية شاليت عملية شاليت مزعجة لهم جدا جدا لأنها دائم تذكرهم أن في عملية شاليت الجندي شاليت الذي ظل خمس سنوات محتجز لدى المقاومة وكان المصريين يقولونهم إحنا نجيبوه لكم بدون ما تقدموا حتى أسير في النهاية طلعت الفاتورة على إسرائيل واتطرت أن تطلق ألف أسير من بين اللي أطلقتهم إسرائيل من هؤلاء ألف أسير الذي يقود المعركة ضدها اليوم زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار كانوا حاتمين عليه بـ 470 سجن 470 سنة سجن لكن في واقعة شاليت أو في تبادل الأسرة مع شاليت أطلق صراحه كان من بين الأسمام اللي وضعتها المقاومة بأنه يجب إطلاق صراحه وأطلق صراحه هو اللي يقود كل هذه المعركة والإعلام الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي يذكرونه تقريبا في كل نقاشاتهم نتنياهو جالانت جانس كلهم تقريبا يذكروا يحيى السنوار ويقولون يجب أن نأتي برأسه يجب أن نقتل ويجب لأنه يشعروا بأنه يخوض ضدهم حرب نفسية وحرب برية وأنهو الذي قرر يوم 7 أكتوبر إلى آخره إذن 150 مقابل 150 إضافة إلى أن ما بين 200 إلى 300 شاحنة تدخل يوميا الهدنة هي لأربعة أيام يتم فيها يوميا كي يقالوا أربعة أيام كي يقالوا قد تكون خمسة أيام لكن المهم لحد المتفقن عليه هو أربعة أيام كل يوم يتم إطلاق عشرة من الأسرى الإسرائيليين أو المحتجزين الإسرائيليين وعلى مدة أربعة أيام في اليوم الأخير قد يطلق عشرين أو اليوم الثالث يطلق خمسة عشر والرابع يطلق خمسة عشر ما زال ما تفقش على هذه التفاصيل لكن الحد الأدنى هو عشرة يوميا ماذا أيضا 200 إلى 300 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية تدخل ثمن شاحنات من الوقود تدخل ليس مؤكد إذا كان ثمن شاحنات يوميا أو ثمن شاحنات لأربعة أيام الأخبار مش دقيقة في هذه النقطة ضف ماذا أن يتوقف تتوقف الأعمال القتالية بين الطرفين لا أحد يقوم بأي عمل قتالي تتوقف طائرات الإسرائيلية عن جنوب قطع غزة نهائيا بينما في الشمال لديها الحق التحرك ست ساعات وإن كان أيضا في هذه في أكثر من في واحدة يقول تتوقف ست ساعات فقط طائرات التجسس والدرون إلى آخره وفي واحدة يقول لا تشتغل فقط ست ساعات إذا تتوقف ست ساعات أو تشتغل فقط ست ساعات في اليوم أي إن كان هذا لن يغير كثيرا من الأمر لكن كل هذه الشروط في الحقيقة كل هذا هو في خدمة أهل غزة الذين يقضعون يتوقف عليهم القنابل ينزل على أهل غزة ما يقارب الألف طن يوميا ألف طن يوميا ما يقارب ألف طن يوميا مليون كيلوغرام من المتفجرات يوميا تقريبا هذا هو المعدل تقريبا لأنهم قبل عشرة أيام كانوا يتكلمون على ثلاثين ألف طن الآن إذا كان بهذا معناه روما في أربعين ألف طن بمعنى أنه في حدود ثمانمائة وخمسين لتسعمائة طن يوميا من المتفجرات وهذا رقم مرع يتوقف ذلك القصف والأكثر من ذلك تدخل المواد الطبية والمواد الغذائية والوقود لأن الوقود كاين مثلا المخابز التي لم تدمرها الطائرات الصيونية توقفت لأن فيش وقود محطات المياه تحلية المياه التي لم تدمرها الطائرات الصيونية توقفت لأن فيش وقود طبعا كثير من المستشفيات توقفت لأن فيش وقود اللي ما دمرتها هذا أيضا انتصار لأهل غزة اللي يقع لهم اعتداء رهيب راح فيما بعد بالأخير نجيب ويقول لك الواحد لأنه بعض الناس ترحوا هذا السؤال قالوا بالصح هذا لاش قاع حماس وصلتم إلى هذا الحد وعلاش دارت 7 أكتوبر راح نجاوب على هذا السؤال فيما بعد الأمر الآخر في هذه الهدنة وهذا هذا كما يقول لك من الأضرار الرهيبة لهم ما هي الأضرار خلنشوفوا ما هي الفوائد والأضرار لكل جهة كلاهما سيستفيد من إعادة تنظيم نفسه كلاهما سيبحث عنه على قتله أو على إذا كان عنده جثث أو مختفين أو سيرتب نفسه سيحضر أسلحته أفضل لأن الحرب ستندلع من جديد محتمل جدا نتكلم على هدنان تعاربعة أيام على أقصى تقدير قد تزيد نص نهار أو نهار إذن لكل الطرفين من ناحية الحربية التقنية يعني لهم فوائد فيها لكن بالحقيقة الفوائد الأكبر هم لأهل غزة فوائد الأكبر لأهل غزة وهذا ما كتبت عنهم الصحابة الإسرائيلية وأيضا للمقاومة من بين الفوائد أو الأضرار الشديدة على الكهن الإسرائيلي وكتبت عليه بوليتيكو بوليتيكو نقلا على على سياسيين أمريكيين قال أن ما يزعج سياسيين أمريكيين أساسا في هذه الهدنة اللي يعتبرها شيء جيد واللي يشتغلوا عليها إلى آخره ما يزعجهم هو أن حجم الدمار سيتكشف للعالم كيف؟ سيدخل عشرات ربما مئات صحفيين من كل الجنسيات خاصة من الغرب وسيرون حد الآن ما فيش صحفيين أجانب في غزة يعني الصحفيين اللي موجودين هناك حتى اللي يشتغلوا مع قنوات أخرى هم فلسطينيين أساسا غزويين أساسا ما عارف لا فيه ربما ثلاثة صحفيين أجانب قلال يعني الآن سيدخل ربما المئات ما بين صحفيين ومصورين ومهتمين وأصحاب مواقع ربما أيضا إلى آخر لكن خاصة الصحفيين لكبرى المواقع لكبرى القنوات لكبرى الصحافة سيرون حجم الدمار الهائي عندما يروا سينقلونه ولو بشكل محدود لكن سينقلونه سيتحدثون عنه سيدطرون ليس لهم خيار هذا مضر أكثر فأكثر وربما أكثر مما مضى لأن العالم الغربي الشعوب الغربية لا ترى ما نراه نحن يعني نحن في الغالب لعندنا أكسة اللغة العربية خاصة نرى أشياء ما يرى هاش الآخرين كاين الشعوب الغربية ترى لكن لازم تروح إلى مواقع متخصصة تروح على بعض المشاهير على اليوتيوب مشاهير على تويتر مشاهير لهم مع الحق اللي هم يدافعون على الحق وينقولون الحقيقة لكن مش هذي كل الناس يديروها خاصة ناس الكبار خاصة ناس اللي مش مهتمين كثير يشوفوا التلفزيونات أو يقرأوا الصحافة في أفضل حالات الآن هؤلاء ستنقل لهم الصورة وسيرون الفضاعات كما لم يرواها من قبل هذا مضر ومضر جدا من بين الأضرار أيضا على الكيان الإسرائيلي من بين الأضرار هو تراجع الزخم العسكري فالكيان الإسرائيلي اخذالوا 20 يوم 21 يوم بالضبط بشيرتب دخوله البري أو 22 يوم بشيرتب دخوله البري وبعد ما رتب دخوله البري بعد ما استدعى أكثر 360 ألف جندي إضافة إلى العاملين هناك إلى آخره فكان كان يحتاجون كانوا يشتغلون 24 ساعة 24 ساعة لأنها حرب هذه مش عملية أو أعلنوا عن حرب واستدعوا مئات الألاف من العسكر وأخرجوا آلاف الدبابات والمزنجرات والجرافات والناقلات الجند إلى آخره أخرجوا عشرات الألاف من قطع الأسلحة عشرات الألاف من السواريخ كل هذا طلب لهم جهد لوجيستيكي رهيب ناهيك على التنسيق ما بين القصف البحري والقصف الجوي والقصف البري والجنود البريين إلى آخر يعني فيه عمل المشينة تشتغل الآن لازم تتوقف هذه المشينة من جهة تستفيد أو تنظم نفسها ولكن من جهة أخرى تضعف ذلك الزخم ذلك الاندفاع ذلك التحمس أنت على الجندي والضابط الذي كان مندفع منقمس منهمك في هذه القضية فرح يتوقف رح يبرد كما يقول مثل هذا اللاعب في كورة القادمة يكون يجري إلى آخره ومن بعد يوصل يوصل للشوطة الأول ويكون مثلا الفريق يكون يريد يضغط بشدة يوصل للشوطة الأول أو يطيح لهم واحد من اللاعبين تعد الفريق الخصم باش يكسر لهم اللعب يطيح لهم خمس دقائق ولا سبع دقائق ويطيح لهم في العرض ركما عارفين هذا كيفاش يتم في الفرق الرياضية فهذا اللي يحدث لهم إذن الزخم العسكري هذا يفيد المقاومة أكثر يعني المقاومة في الدفاع ماهيش في حالة الهجوم وبالتالي تستريح أكثر ستنظم نفسها أكثر ما عندهاش زخم لأنها أصلا كانت تنتظم لم تكن تهاجم العمر الآخر هو أن سيطلق خمسين لكن اللي مازالوا موجودين عند المقاومة سوى أحياء أو أموات هم أكثر من مئة وتسعين في حدود مئة وحدة وتسعين في هذه المئة وحدة وتسعين أكيد هناك قتلى جثث ولكن حتى الجثث سيبحثون لاسترجاحها لكن هناك أيضا آخرين وهذه الآخرين أسرهم ستقول لماذا أطلقتم خمسين لهذه الأسر وليس أبنائنا لماذا أطلقتم أبناء هذه الأسر وليس أبنائنا فهذا سيزيد الضغط على هذا الكيان وسيخلق أيضا مزيد من الانقسامات داخل الكيان الإسرائيلي بالمناسبة هذه من بين سلبيات لكن ما هي الأسباب ربما هذا مهم أيضا الحديث عليه لماذا هذا الكيان على رأس نتنياهو وغلانت وغانت وكبار الوزراء كبار المتطرفين كبار الجنات كانوا يقولوا ما فيش هدنا ما فيش وقف لإطلاق النار تحت أي ظرف إن كان حتى القوى الغربية كانت تقولها خاصة بايدن كان يقول ما فيش وقف لإطلاق النار ما فيش ممكن يقولوا ندروا هدى أنت أربع ساعات الناس يتحركوا وله لكن نسعوها ست ساعات لكن فيش وقف لإطلاق النار لماذا قابل يبقى في إطلاق النار ولو محدود هذا واحد كانوا يقولوا لدينا ثلاث أهداف القضاء على حماس قضاءاً نهائياً بحيث لا تصبح لقوة سلطة ولا مقاومة ولا ننهيها نستأصلها من غزة الثاني نسترجع الأسرى نسترجع الرهائن والهدف الثلث نحن الذي سنرى كيف نعمل في غزة فيما بعد من سيحكم غزة هذا قرار سيعود لنا طيب قضاء على حماس لا بالعكس يتفاوضون معها لأنهم مع من تفاوضوا لإطلاق هؤلاء الرهان مع حماس عن طريق قطر قطر كانت أقرب إلى حماس ومصر كانت أقرب إلى الكهن الإسرائيلي طبعاً مع الولايات المتحدة لأنكم براكم تشوفوا يقول لك قطر ومصر والولايات المتحدة في الحقيقة أن الولايات المتحدة كانت تماماً مع الكهن الإسرائيلي قطر كانت أقرب إلى حماس والقيادة حماس موجودين هناك في قطر وهي كانت دائماً تدعمهم مادياً ومالياً وهي لا تخفي ذلك تدعمهم إعلامياً أيضاً ترى أن القضية قضية تحرير شعب تحت الاستعمار تحت الاحتلال ومصر دخلت على الخط لماذا دخلت مصر على الخط؟ لأن مصر كانت من قبل كانت هي التي تتدخل تتوسط ما بين دائماً في الأحداث ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الهدى في إلى آخره لكن الفلسطينيين شبعوا منها مرارة ودائماً تشتغل ضدهم سواء أيام مبارك وخاصة أيام السيسي دائماً يشتغلوا ضدهم واللهم إلا ذلك السنة عندما وقعت الحرب في 2012 اللي كان هناك محمد مرسي اللي يشتغل أقرب إلى المقاومة وهذا كان من بين الأسباب اللي فيما بعد إسرائيل قالت لا هذا يجب أن يسقط ما فيش نقاش وهناك كتابات إسرائيليين قالوا نحن الذين أسقطنا محمد مرسي ونحن الذين ساعدنا على الإتيان بالسيسي هذا مكتوب ومعروف وبشكل واسح النظام المصري المصري قالوا لهم لازم تحطوني معاكم لازم نكون موجود فحطوه فلسطينيين حتى هناك من قال لي لأنه ربما عندهم علاقات وطلعوا على ما يجري هناك قال لي أنه المصريين كانوا يوضعوا الحجر في أحذية الفلسطينيين لديهم المسامر يعني خناجر يعني خناجر ضد المقاومة مع ذلك وكانوا هم اللي يضغطوا عليهم أكثر يقول لهم لا لازم تتنازلوا في هذه لازم تعملوا في هذه إلى آخر يعني يخدمون للكيان الإسرائيلي كون أن أمريكا تديرها فأمريكا طبيعي أمريكا بالنسبة لها الكيان الإسرائيلي هو قاعدة عسكرية متقدمة تخدمها في كثير من المصالح وأمريكا وصل بايدن وصل إلى تل أبيب وبعث البوارج وبعث الطائرات وحاملات الطائرات وغواصة نووية وما جيش ديلتا أفضل ما لديهم من القوات الخاصة الأمريكية تسمى ديلتا ألفين واحد إلى آخره النظام المصري آه نعم لأن النظام المصري بالنسبة له والنظام السعودي والإماراتي هذه ثلاثة خاصة ومعهم ميليشيات عباس وإلى حد ما المليك الأردني هذا انتصار المقاومة هو هزيمة لهم هزيمة إسرائيل هو هزيمة لهم هزيمة فهم يشتغلون بكل الطرق لتدمير أي نفس مقاوم في المنطقة ككل أي نفس مقاوم يبعث الروح في شعوبهم المسحوقة هذه البلدان الخمسة خاصة ربعة زي الميليشيات لكن ليس هما بركة المهم لماذا إذن هذا الكيان اللي كان يقول ما فيش قطرة وقود تدخل ما فيش هدنة ما فيش وقف ليطلق النار ما فيش تفاوض مع حماس الأسرة نحررهم وعطونا شوية وقت لماذا قابلة في الأخير قابلة في الأخير لأنه بعد حوالي 24 يوم من الحرب البرية و45 يوم و46 يوم من القصف الجوي الرهيب لم يحرر ولا أسير ولا أسيرة ذكروا أسيرة واحدة لكن فيها شكوك دائما لأنها لم تكن صحيح القصة كلها مفبركة لكن حتى لو افترضنا أنهم حروا أسيرة واحدة فهذه واحدة من مئتين واثنين واربعين أو مئتين واربعين كان هناك أربعة محررتهم من مقاومة واثنين القاومهم قالوا أنهم القاومهم جثث إذن اليوم رأنا في اليوم السادس والأربعين ولا السابعة والأربعين ما فيش تحرير للرهاين إذا الهدف الثاني الرئيسي لم يتحقق الهدف الأول الرئيسي القضاء على حماس فاوض ربما الواحد يقول لك آه يجيبوهم لكن لم يجيبوهم مش هم استغربعين يوم وهم في الحرب لم يحرروا حتى ثنين منهم يعني ولذلك هذا في الحقيقة ها هي علاش هزيمة لإسرائيل كي الناس ربما كنت هزيمة لإسرائيل يعتقد هو أنه المقاومة تروح تحتل تل أبيب أو تحتل حيفا وتقتل منش عارفنا ألف آلاف الجنود الإسرائيل لا مش هذا لا مش هذا مقاييس مش كما هذا الجيش يعتبر واحد من أفضل عشر جيوش في العالم وكثير من الجهات تصنفوك خامس أقوى جيش في العالم إذن باش يقابلوه بضعة آلاف بأسلحة بدائية تقريبا ويثبتوا ستا وربعين يوم ويضطر هو بعد ستا وربعين يوم أن يتخلى على واحد من أهم أهدافه وهو تحرير رهائن بالقوة ويضطر إلى أن يحررهم بالهدنة بالتفاوض ويدفع ثمن لذلك دخول الوقود دخول المئات الشاحنات الإغاثية والطبية دخول الصحفيين فيما بعد وقف القتال يطلق 150 أسير وأسيرة من النساء والأطفال هذا ثمن كبير جداً سبب الآخر لخلاهم يقبلوا هذا هو الضغط الأسر إذن ضغط المعركة لم يأتي بنتجة ومرت ستا وربعين يوم ولم يأتي بنتجة الأسبوع الماضي كان هذا النص الاتفاقي هذا كان متفق عليه ما عدا بعض التفصيلات هنا وهناك لكن كان نيتنياهو يقول للأمريكيين أعطوني مزيد من الوقت أعطوني أسبوع زادوا أسبوع ولم يحقق شيء فإذن الضغط الأمريكي أيضاً لأن نيتنياهو يشوف شعبيته تتهاوى وهو من هذا الخمسين سيحرر عشرة أمريكيين أو أمريكيات لحمل الجنسية أمريكية فهذا بالنسبة له مهم فكان هناك ضغط أمريكي ضغط أسر الأسرى المحتجزين من الإسرائيليين عدم تحقيق أي شيء عن طريق السلاح عن طريق الدبابات وعن طريق الطائرات مما أدى إلى أن يتفاوض مع حركة حماس اللي يقول باللي راح يشتذها ويستأصلها ويقتلها فإذا به يضطر إلى التفاوض وهذا في حد ذاته هزيمة لهذه القوة الكبرى التي ترعب كل الدول المخيطة بها الجيش الذي كان يرعب كل الدول المخيطة به أنه يضطر للتفاوض وليس لتحرير رهائنه أو محتجزيه أو أسره بالقوة القاهرة والغاشمة التي لديه ماذا يحدث الآن؟ المرجح أن يتم غدا بداية تبادل الأسرع كاين الإسرائيلي كاين الإسرائيلي خرج قائمة من 300 شخص من الفلسطينيات النساء والأطفال المحتجزين محتجزين لدى إسرائيل أكثر من 300 ما بين أطفال ونساء لا أحضرني الرقم حالياً لكن أعتقد أنهم أكثر من 300 أو في حدود 300 نشرها لماذا؟ لأنهم لديهم قانون قبل ما يديروا أي صفقة في هذه الحالات إذا كاين واحد يعترض على واحد من هؤلاء اللي ربما سيطلق سراحه لازم يتقدم إلى المحكمة العليا اللي تفصل في الأمر في 24 ساعة فهناك قائمة 300 من الفلسطينيين نساء وأطفال خرجوا والإسرائيليين وقالوا أن 150 منهم سيتم تبادلهم في هذه الأربعة أيام وال150 الآخرين يأملون ويريدون أن حماس تقبل بأن تطلق خمسين رهينة أخرى ويتم يديروا ديبريكاتها لهذا الشكل بمعنى أنه تمديد أربع أيام إلى خمس أيام أخرى تطلقونا خمسين آخرين ونتطلقو لكم إحنا 150 ولذلك إسرائيليين قالوا إحنا عنا 300 150 تفقنا عليهم و150 محتمل فأنا نحن مجهزينهم يعني هذا يعطينا فكرة بأنهم يريدون مزيد من تحرير أسرهم أو رهائنهم وهذا مفيد لأن هذا الانتصار الذي تحقق وقت القصف والتدمير إدخال الغذاء والمواد الغذائية الغيغاثية والطبية إدخال الوقود شعر الناس ترتاح من التدمير الهائل حتى الملابس أنت عن الناس بالمناسبة 80% من الفلسطينيين فلسطيني غزة من الغذويين غاضروا بيوتهم ولما بدأت الحرب كان الجو صعيف الآن منذ أسبوع الأمطار والجو بارد جدا طبعا فاد الغذويين لأنهم لم يكنوا شيء يلقاوا الماء جاء سقاهم ربهم ماء من السماء كثيرين منهم كانوا يكادون يموت بالعطش كانوا يشربوا ماء البحر حاولوا يغلوه لما يقدروا يغلوه إلى آخر فإذا بالأمطار نزلت عليهم تزيدهم سكينة وتسقيهم من عطشهم فإذا ما امتدت هذه الفترة إلى أربعة أيام وخمسة أيام أخرى هذا سيكون طبعا في صالح الغذويين وفي صالح هذه المعركة مع هذا الكيان هذا محتمل جدا أن هذه الهدنة ستمدد إذا بعد أن تنتهي ستبدأ غدا الخميس والمفروض أنها ستنتهي يوم الأحد خميس إلى الجمعة إلى يوم الاثنين وممكن أن تمدد إذا ما اتفق الطرفين عن طريق الوسطى أن يتم مزيد من تبادل الأسرة بينهم ثم ماذا؟ إسرائيل تقول خرج قبل قليل الثلاثي الذي يقود الحرب أو مجلس الحرب وهو نتنياهو وغالانت ومن أيضا وغانت خرجوا باش يقولوا هل نشوف واش كان يقولوا مثلا هل نشوف مكان آخر خرجوا باش يقولوا بأن الحرب ستستمر نحن لن نتوقف وبمجرد أن تنتهي الهدنة سنعود لمن أجل تحقيق أهدافنا تحرير باقي الرهائل ما زال يفكروا بتحرير باقي الرهائل بالقوة مع أنهم مرت عليهم 47 يوم لما يفعلوا شيء والقضاء على حماس قضاء مبرما لكن خلينا نشوف خاصة واش قالوا قبل أقل من ساعة أو ساعة من الآن لما داروا مؤتمر صحفي أهم ما قالوا حربنا على حماس وقادتها وعناصرها ستمتد إلى كل مكان في العالم هذا تهديد باغتيالات خارج فلسطين خارج غزة وخارج الضفة الغربية يعني أنهم يتحدثون على القيام باغتيالات هم يقومون بها في لبنان قتلوا أمس أحد القيادين في لبنان لكن هنا وكان الإشارة إلى أين توجد هذه القيادات طبعا أهم هذه القيادات توجد في بلدين قيادة الرئيسية توجد في قطر وإلى حد ما عندهم بعض التواجد في إيران من حين لآخر يذهبون إلى مصر ومرة في عشرين سنة يجي واحد والاثنين للجزائر مثلا كل أسف يعني الجزائر اللي كان يسموها مكة الثوار أصبحت مقر للأشرار لجنرالات الدم والنهب والعبث المهم هنا جالانت وكأنه يشعر بالهزيمة هزيمة هذه الهدنة اضطرارهم إلى التفاوض مع اللي يقولوا وكان يقولوا عليهم باللساء راح نمحيهم الأرض ونسحقهم وقبولهم بهذه السفقة اللي سماها صعبة ولكنها كانت ضرورية يهدد الآن بأنه سيقتل عناصر حماس أينما تواجده موجودين شوية في تركيا أيضا بالمناسبة انسيت هذه تواجدين إذن في تركيا تواجدين أساسا في قطر في تركيا في إيران مرة مرة في مصر ومرة مرة هكذا يكون في ماليزيا أو هذا كلام خطير هذا كلام خطير هل هو نابع من الشعور بأنهم تلقوا هزيمة وبالتالي لابد من أن يرفع الخطاب والصوت والتهديد أم أنهم سيقومون بتنفيذ ذلك أنا أعتقد أنهم سيقومون بتنفيذ ذلك وقاموا بذلك يعني هم قتلوا شوف كان الإسرائيلي هذا في الستينات والسبعينات والثمانينات قاتل في كل مكان قاتل في بريطانيا قاتل في فرنسا قاتل في إيطاليا قاتل في الأرجنتين قاتل في قبرص في اليونان في تركيا في تونس في الجزائر في الجزائر لا سبق قتلوا بعض الفلسطينيين في الجزائر في تونس في مصر في الإمارات في كل مكان في إيران في كل مكان قاتلوا قاتلوا مقاومين فلسطينيين في السينات والسبعينات كانوا مقاومين مرتبطين بحركات التحرر اللي هي أساساً علمانية إلى آخره ولكن ليتسمى فاتح والجبهة الشبهة الشعبية وإلى آخره كل التسمية الفلسطينية تقريباً كلها انتهت والآن بقاتل حركات الأخرى اللي مرتبطة بشكل أو بآخر بالإسلام وكانوا آخر اغتيال مثلاً قاموا به في ماليزيا مثلاً لكن هذا وكانه تحدي للعالم ماذا لو قالت مثلاً المقاومة الفلسطينية من أنها ستقوم بالمناسبة المقاومة الفلسطينية جماعة حماس أساساً لا يقومون بأي اغتيالات خارج فلسطين أو أي اقتتال أو قتل لعداءهم خارج فلسطين وهما قالوا هذا الجبهة الشعبية زمان والفتح ومنظمة التحليل الفلسطينية إلى آخره كانوا يقومون مثلاً قاموا بمعروف مثلاً انت ميونيخ انت الفريق الرياضي الإسرائيلي مثلاً قاموا باختطاف طائرات مجموعة كبيرة من الطائرات مثلاً عدة مرات إلى آخره لكن حركة حماس تقول من أنها ملتزمة بأن لا تخرج حربها عن الأراضي الفلسطينية وهذا معروف على السعيد الدولي بينما الآن عندك وزير دفاع إسرائيلي اللي قال على الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية في اليوم الثاني لواقعة 7 أكتوبر يقول بأنهم كل قادة حماس أينما كانوا سنقوم اغتيال هذه رسالة أيضاً غير مباشرة خاصةً لقطر وتركيا خاصةً طبعاً إيران الاغتيالات متبادلة بيناتهم ما كاش مشكلة إيران عندما إيران أقدمت أكثر من مرة علاقات الإسرائيليين في أماكن خارج إيران وإسرائيل أقدمت علاقات الإيرانيين أو قراب منهم خارج إيران خارج إسرائيل بالمواسبة إسرائيل عندما كانت تقتل الستينات والسبعينات والثمانينات فكانت تقتل أيضاً العلماء في الآلفين ثلاثة في العراق قاتلت عدد من العلماء العراقيين علماء السوريين علماء المصريين علماء باكستانيين قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات فقط قاتلت الزواري في تونس لنعود إلى موضع الصفقة إذن الصفقة في الحقيقة التي جاءت بعد فشل في استرجاع الأسرى بالقوة بالدبابات وبالقصف ثم ضغط داخلي من أسر ومن كثيرين داخل إسرائيل ثم شعور الغرب والولايات المتحدة خاصة من أن هذه الأوضاع أصبحت مسيئة لهم ومزعجة لهم وأنه يجب أن يتوقف القصف ولو لحين وأيضاً تحرير أسرهم موجودين عشر أمريكيين ثم الضغط الخارجي واللقاداته شعوب العالم خاصة في الدول الغربية وللعب الدور أساسي جداً في هذه الانتصار دعونا نرى بعض الإسرائيليين ماذا قالوا في الموضوع هذا بالذات وجدنا مثلاً لقنا واحد جنرال يسمى جنرال احتياط وشيقول نقلت القناة الثانية عشر عن الجنرال احتياط واسمه مهران بروز نذير الذي كان مستشاراً اقتصادياً لرئيس هيئة الأركان سابقاً قوله أنه ليس متأكداً من أن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار واقع تحت أي ضغط كما يحاول البعض تصوير ذلك مضيفاً أنه كانت هناك صفقة يتم التخطيط لها فإنني إذا كانت هناك صفقة يتم التخطيط لها قال هذا الكلام أمس فإنني أخشى أن يكون هو من يملي شروطه علينا وشدد على أنه لا بد للجيش من مضاعفة الضغط على حماس وبدء هجوم تجاه الجنوب إذ يرى أن حماس لم تنكسر مضيفاً إذا أعطينا السنوار فرصة لأن يملي شروطه في الصفقة الأولى فسيكون أمامنا الكثير نحن نواجه أمراً صعباً وليس سهلاً بتاتاً خاصة أننا نتعامل مع منظمة لن تتردد في قتل مخطوفين هذا واحد من كبار الجنرالات على قناة 12 الإسرائيلية أمس قبل الاتفاق على الهدنة أو على هذه السرقة في حين نقلت القناة 14 عنه في قناة أخرى إن هناك فجوة معلوماتية كبيرة جداً بشأن المخطوفين ومن يعتقلهم وإن حماس وهي تعقد الصفقة الأولى بشأن عدد من المحتجزين فإنها لا تفكر فيها فحسب بل تفكر في الصفقة التالية أيضاً وهذا يعني إتاحة الفرصة لها لاستعادة قوتها وفي السياق ذاته قال عدي كرمي وهو موظف كبير سابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عدي كرمي هذا ممكن يكون درزي أو بعض العرب اللي أصبحوا جزء من الآلة الأمنية الإسرائيلية كان مسؤول كبير واش يقول؟ يقول جهاز الأمن الداخلي كان في الشباك مخطئ من يظن أن حماس ستلين مواقفها أو ستتجه نحو حل سياسي لو لم نبدأ المعركة مشيراً لأن المفاوضات مع حماس لإتمام صفقة جلعاء استغرقت خمس سنوات من التلاعب والحيل النفسية من جهة وجه المحلل السياسي يوتام زمري انتقادات شديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقال في حديث القناة 14 إن الأمر لم يتوقف عند الفشل الاستخباراتي الكبير الذي يتعلق بتقييم قدرات العدو وإنما اكتشفنا تدريجية أن هناك فشلاً كبيراً فيما يتعلق بقدرات الجيش ومؤهلاته وعلى غرارة يرى رئيس قسم العمليات السابقاً الجنرال جنرال احتيار غيورة آيلاند أن الجيش لم ينجح حتى الآن في تحييد الأنفاق في غزة مضيفاً ما دام يمكن أن يوجد فيها مخربون بالمئات وربما أكثر وما دامت هناك معدات قتالية تحت الأرض فإن هذا يعد تحدياً يجب إيجاد الطريق للتغلب عليه ورأى أن هدف القضاء على قوة حماس العسكرية لن تتحقق من دون تفكيك غزة السفلة يقصد تحت الأرض في إشارة الأنفاق وأضاف بالتأكيد نحن لا نريد أن نصل إلى مواجهة مباشرة ما بين محارب من جيش الدفاع ومخرب من النخبة وجهاً لوجه داخل النفق في حين يرى المراسل العسكري ألون ديفيد أن بلاده ستكون دولة تخوض حرباً لمدة أشهر وربما سنوات قادمة هذا بعض كبار المسؤولين عسكريين خاصة كيف يقيمون الوضع عندهم آخرين مثلاً هنا وجدنا في صحيفة إسرائيلية الكاتب سي في برائيل في جريدة هارتس لليوم يقول بعد أن يتحدث على الصفقة والتفاصيل إلى آخره يضيف إن الاتفاق غير مباشر بين إسرائيل وحماس احتاج إلى تعاون من قادة حماس في الخارج مثل أسماعيل هنية وخالد مشعل ويحي السنوار في غزة من المفضل عدم البدء في التكهن ماذا سيكون مصير المخطوفين أو درجة تحقق اتفاق كهذا أو غيره لو صفت إسرائيل السنوار وحققت طموحه في تحييده مثل رؤوس حماس في الخارج رأي يقول لهم يقول لهم جميل أننا ما نقعدوش نفكر لأننا سيكون مزعج لنا لأن تخيلوا أننا سفينا السنوار وصفينا قادة حماس في الخارج مع من سيتم التفاوض على على المئة وتسعين لبقيل يضيف إذا كانت إسرائيل لا تنوي التنازل عن إعادة جميع المخطوفين فإنها هي ودول وساطة ستحتاج إلى شريك لإكمال الصفقة يمكن التقدير أن قضية تصفيت قادة حماس في غزة والخارج يمكن ترحف نقاشات بين إسرائيل وقطر والولايات المتحدة ومن غير المستبعد أن زعماء حماس طلبوا ضمانات لبقاءهم كمقابل على موافقتهم على الإفراج على المخطوفين والاستعداد لعقد صفقات مشابهة في المستقبل في هذه القضايا من المهم مكانت قطر بشكل خاص كدولة إلى آخر وبعدين يبدأ يتكلم على قطر هذا نهار كيش نهار خصص له جزء من الحديث وهو كيف ينظرون إلى قطر قطر بالنسبة إليهم تحلهم مشاكل وتدير لهم مشاكل تقلقهم وتساعدهم ولذلك هم لقين معضلة مش هومة فقط حتى الكونغرس الأمريكي هناك من شنوا هجومة عنيفة على قطر وبعدين ردوا عليهم آخرين قال لهم مشكلة أن قطر هذه نحتاجها أولا أكبر قواعد عسكرية أمريكية في الخارج قاعدة العيديد مثلا موجودة في قطر كما أنها تتدخل وتتوسط بيننا وبين إيران ونحن لا نريد أن نخوض حرب مع إيران كما أنها تتوسط وتتدخل بين إسرائيل وقيادة حماس لإطلاق صرح هؤلاء ونحن هذا مهم بالنسبة إلينا ليس هناك طرف آخر يستطيع القيام به مع أنها تزعجنا في أنها تدعم حماس وتدعم المقاومة وتدعمهم إعلاميا ومادين إلى آخره بمعنى أنهم يجدون إشكالية كبرى في هذه الدولة التي هي تشتغلهم كدولة وظيفية حينا وتشتغل كدولة تدعم خصومهم حينا آخر وهذا هو القطر أو لذلك قطر لازم الإنسان يكون منصف عندما يتحدث عليها نحن مثلا عندما تحدثوا على قطر في الجزائر قطر تخون الشعب الجزائري لأنها تدعم العصابة دعما هائلا وحتى تستفيد ماديا من شركات قطرية هناك إلى آخرها لكن في نفس الوقت نحن كجزائريين لا نعيش بحدنا كجزائريين نحن عندنا أيضا قضايانا أخرى فنحن نراها في قضية الفلسطينية هي أفضل ما هو موجود في العرب تماما إطلاقا يعني في الأنظمة العربية بل بالعادة سكين أنظمة عربية تعمل أكثر صهيونية من سهاينة إسرائيل مثل الإمارات ومثل السيسي ومثل بن سلمان لذلك الأمور في الأحكام يجب أن تكون فيها حكمة ودقة وكيس باي كيس موضوع بموضوع زيد بعض الصحافة الإسرائيلية مقالة الصحافة الإسرائيلية كتبت مطولا وكثيرا خلونا نشوف الوقت باش يبقى لنا شوية للموضوع الجزائري أيضا نحوم برنياء هذا صحفي آخر من صحيفة يدعوت أحرنوت أيضا اليوم كتب يقول الدرس الذي يجب أن تتعلمه عائلة المخطوفين بعد إقرار الصفقة في الكابينت أمس الضغط والضغط ثم الضغط للقاءات مع ممثلي حكومات أجنبي أمر مهم لكن الأهم منها هو اللقاءات مع وزراء الكابينت والمظاهرات والمسيرات والجهد المستمر لوضع المخطوفين على أس الأولويات فباللطف لم تحقق هذه العائلات مبتغاها بات الجيش الإسرائيلي مقتنع بأن الضغط العسكري دفع السنوار لبدأ مرونة في شروط الصفقة وتوقيتها هذا صحيح على ما يبدو وثم مسيرة لتقل أهمية اجتازها الجانب الإسرائيلي أيضا فالإدارة الأمريكية وغانس إلى آخره إلى أن يصل هذه ليست صفقة فالصفقة كلمة نكرى حين يدور الحديث عن منظمة إرهاب هذا ابتزاز والضطرار قالهم رهم يبتزوا فينا وفرضوا علينا اضطرون بمعنى أخرى خضعون لهذا الاتفاق ما كان من مفر لدفع هذا الثمن في الوضع الناشئ لأن البديل هو ترك المخطوفين لمصيرهم مرة أخرى بعد أن تركوهم لمصيرهم في 7 أكتوبر وهذا أكثر خطورة فضلا على أن الثمن كان سيجبى دما أرواحا وسيخلف وصمة عار أخلاقية لا تمحى عن جبين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وعليه لم أفهم لماذا غدت محافي المغفلة داخل الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة للمراسلين العسكريين بالدعاءات ضد الصفقة يقول لهم حماس اضطرتنا وعملتنا ابتزاز وخضعتنا واضطرينا إلى الموافقة على ما طالبت لكن يعاود وكأنه يجاوب لكن لم يكن لدينا أي خيار لم يكن هناك أي خيار كان يجب أن نقبل بهذا العرض بهذه الصفقة وإلا فإن البديل كان الموت لمزيد من الأسرة مزيد من المخطوفين الإسرائيليين لدى حماس بمعنى أن المقاومة وضعتهم في خيار أحلهما مر وهذا أيضا نابع في الحقيقة من تجارب عميقة تخوضها المقاومة مع الكيال الإسرائيلي سابقة وهي في هذه الآن كثيرين يصلون إلى أنها في هذه المعركة الحرب مازالت مستمرة ولكن في هذه المعركة انتصرت غزة على الطغيان الصهيوني وفرضت غزة شروطها ولو في حدود معينة على الطغيان الصهيوني اللي كان يعتقد بأنه سيحرر أسرة وسيقضي على حماس وسيحتل غزة وووو وكان يظن أن ذلك ممكنا فإذا به يضطر للتفاوض مع الذين كان يقول عنهم أنه سيمحقهم وسيستأسلهم وسيمحيهم من هذه الأرض يضطر إلى التفاوض ليس فقط إلى التفاوض يضطر إلى أن تحرير خمسين فقط أي الربع أو الخمس تقريبا مما هو ما زال لدى المقاومة وأن يكون فيها كثير من التنازلات بما فيها دخول الوقود والغذاء والمواد الطبية ووقف القصف وأشياء أخرى كثيرة جدا ولذلك هو انتصار طبعا البعض يقول كتب لي واحد لما كتبت تغريدة أمس في المساء كتبت أنا قلت باللي هذه هزيمة لإسرائيل وهو انتصار لغزة لا نستطيع أن نقول انتصار كبير ولكنه أكيد انتصار في هذه المعركة كمان لا نستطيع أن نقول أنها هزيمة كبرى لإسرائيل لكنها أكيد أنها هزيمة لأنها لم تحقق أهدافها وما دعت حتى الأسبوع الماضي كان يقولوا ما فيش قطرة ما فيش قطرة وقود ستدخل دون يطلق صراحة الرهائم لكن كتب لي واحد وقال لي ترى أن مقتل عشرات الألاف وجرح عشرات الألاف انتصار لا هذا ليس انتصار هذه هزيمة لغزة والمقاومة الحقيقة الذين يفكرون بهذا هم طبعا أكثر من صنف يعني كين اللي كين اللي يشعر بألم شديد ومن لا يشعر لمقتل المدنيين ومقتل الرجال والنساء خاصة الأطفال من لا يشعر للألم الرهيب وهو يرى دموع النساء ودموع الأطفال والناس اللي قد تعرجوا لها والناس اللي تحت التراب وأم تصرخ على أبناها اليوم كنت نشوف في أم تصرخ على أبناها وتذكرهم بالاسم يعني شيء فجر القلب مش يفطر القلب مش بك تحس بالألم يفجر قد يفجر قلوب بعض الناس لكن غزة لم تختار الأمر لم يبدأ يوم 7 أكتوبر هذا هو اللي مرات الناس ينساوه 7 أكتوبر هو قالها أحد قالها وزير الخارجية الأردني بالرغم من أنه متلاعب لأنه يشتغل لدى الملك اللي راهي الطائرات الأمريكية تجي عند القاعدة تمها قاعدة تسمى موفق سلطانة أو ضرق مذكرها لكم لكن قال كلمة مهمة هذا وزير الخارجية الأردني قال حماس هي نتيجة للاحتلال وليس العكس بمعنى أن مش إسرائيل موجودة عادية أو دولة عادية وحماس وغزة دولة عادية ورحت هذه حماس اعتدت على بلد يعتدي على بلد لا قال حماس هي نتيجة للاحتلال تح 75 سنة بالفعل حماس هي نتيجة للاحتلال للاستعمار للاستيطام وغزة لم تكن أنا استمعت إلى أحد المتحدثين باسم الإسرائيليين يقول كانت الأوضاع هادئة وجميلة وكان يأتي عشرات الآلف من العمال يشتغلون عندنا والجميع مرتاح أنتم مرتاحين لكن غزة كانت تحت الحصار وإذا كانوا عشرات الآلف يشتغلون مئات الآلف ليشتغلون 80% من سكان غزة يحتاجون للمساعدات الخارجية لأنهم ليس لهم دخل ولا أكل 80% مساعدات الخارجية حصار عمره 16 سنة استعمار عمره 75 سنة تكدس تأكثر من 2.4 مليون في 360 كم مربع إسرائيل غزة يدخل بالحساب لن نرحل من أرضنا لماذا يقولون هذا الكلام يقولون هذا الكلام لأنهم اسمع هذا ما تقول هذه بنها ما تقتل حتى في غزة تقتل في الضفة الغربية اللي المفروض فيها ميليشيات عباس على أساس تشد الأمن إلى آخر شوفوا وش تقول هذا السيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا أكرمنا لأنه هذا كرم من عند ربنا وهذول العدو يعني فشلين فشلين لأنهم ما قدروا لهم وجهاً لوجه أجوب الصاروخ عليه لأنهم يعني وجهاً لوجه ما قدروا لهم غدروهم غدر وهذا عدو والعدو الأكبر من جلدك ومن دمك هذا العدو الأكبر وحس بي الله ونعمل وكيل فيهم والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللي الله أكرمنا هاي الشهادة الحمد لله هو عريس وبركولي باركولي كلياتكم باركولي والحمد لله أنا إبني مش أحسن من أهل غزة أنا هياتني إبني بدي أدفنه الحمد لله رب العالمين الحمد لله هاي الجسم وأعضاء وكلياتها موجود الحمد لله رب العالمين أهل غزة هاي أدفن الحمد لله الله يعينهم الله يصبرهم هذه ابن هاتم قتلوا قتلوا اليوم بطائرة درونز في الضفة الغربية أعتقد كان في طول كرم هو وخمسة من من زملاء المقاومين بعد الشباكات مع الكائر الإسرائيلي ما قدروا نهونش في الشباكات ضربوهم بساروخ من درونز شوفوا وشتقول وأشارت هنا قالت لي من دمنا المشكلة اللي من دمنا تقصد السلطة الفلسطينية طبعا مسكينة ما قدرش تقولها تخاب تعتقل وتعدم لكن ابنها هذه ما فيش أخطر من علاقة كما هي الأم والابن ما فيش أخطر من هذه العلاقة فلماذا إذن أهل غزة لم يعتدوا على الكائر الإسرائيلي أهل غزة شعب محتل منذ خمسة وسبعين سنة محاصر منذ ستعشر سنة محاصر برا وجوا وأرضا ومن كل نواحي مجوة معطل معطش والله لو كانوا خطط لن تفضوا فالناس لمرات يقول لك ها شفت وش دار لم يختاروا إحنا لو كان هذا القول وكانوا يقولوه بعض الجزائريين أنا ذاك في لما اندلع الثورة الجزائرية يقول لك هذا هذا الف وخمسمية هذا المهابل هذا 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 يطيقوا الفرنسا ماذا حدث بعد سبع سنوات قدروا الفرنسا ولا ما قدروا الهاش هم كانوا هذا يسموها الهزيمة النفسية هذوك الجزائرين في الخمسينات اللي شافوا المجاهدين اللي اعلانوا على ثورة أول نوفمبر أنهم مجانين ومهابل ورحين دين الكارثة كان عندهم هزيمة استراتيجية هزيمة نفسية هزيمة عقلية هزيمة أخلاقية هزيمة مادية هزيمة من كل معنى الهزيمة بينما أولئك اللي سماهم مجانين لم تكن عندهم الهزيمة النفسية على الأقل كان عندهم شعور بأن هذا حق الحرية حق التحرر حق طرد الاستعمار حق وواجب وأن يجب أن نقوم به هاو الفرق وكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله أهم شيء في هذه الأمور أن تكون هناك ثقافة المقاومة وثقافة هذا حقي لن أتراجع عنه هذه حرية لن أتراجع عنها نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت وبما أن الإنسان المؤمن لا يرى الموت نهاية فهذا فرق كبير جدا في الفهم للحياة وللموت هؤلاء الذين يقتنون في غزة هذا القتل المدمر المرعب الذي أثار العالم الذي خلت ناس تنطفض خلت شابات في العشرينات والثلاثينات يتركوا كل لههم وزاههم ورحوا يبحثوا في القرآن ما الذي يجعل هذا الناس يصبرون ويقاومون ويستمرون راهوا معروض عليهم معروض على أهل غزة أن يرحلوهم إلى دول أوروبية وإلى كندا وإلى الولايات المتحدة لو قدوا أهل غزة يقولوا نحن نريد أن نذهب إلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى كندا رحين يفتحوا لهم ربما يعطرهم أموال إضافية أهل غزة معروض عليهم أي مكان في العالم وإسرائيل قلتها قالت نوزعوهم على الدول الغربية ولديها القدرة وكثير من الدول الغربية مستعدة أن تفعل ذلك فهم في النهاية كم عددهم تجملاين 400 ألف أقل من نصف الأوكرانيين اللي رحوا موجودين في أوروبا الآن أقل من نصف لكنهم يقولون نا نحن هنا نموتوا لأنهم لا يرون الموت نهاية لما يفهمش هذا النقطة مش قادر مش رح يفهم إطلاقا ما معنى ما معنى ذلك ولماذا هذا الثبات وهذا الصبر الأسطوري ترجمة نانسي قنقر